موسيقى موسيقى أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور بصلي من كل قلبي نكتبارك من خلال هذه الحلقة هذه الحلقة هي عبارة عن الدعوة وهذه الدعوة نشوفها مكررة كثير بالكتاب المقدس في أصفار الأنبياء في أقوال الأنبياء وطبعا في أصفار العهد الجديد هو الرجوع إلى الرب وفي استخدام لكلمات كثيرة أحيانا بيستخدم إرجع أو توب وكلمات كثيرة تعبر عن الرجوع إلى الرب وطالما نحن بعدنا في بداية السنة الجديدة أعتقد يمكن أهم رسالة نسمعها اليوم هو الرجوع إلى الرب سواء الرسالة للمؤمنين وغير المؤمنين وأنا بصلي من كل قلبي أنه اليوم يكون فيه رجوع حقيقي للرب ويكون فيه لمسة بركة ولمسة شفاء على كل قلب ويكون فيه استرجاع استرداد تعويض اليوم حتى نستمر أحبائي في الحاضر بنعمة الرب وبقوة الرب وبركة الرب ابقوا معي سأواصل لحديثي بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائي المشاهدين برحب بكم أجمل ترحيب في اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد وبصلي من كل قلبي إلى المسيح الحي أنه يلمس قلبك وحياتك اليوم ويكون يوم تاريخي يوم رجوع إلى حياتك تعرف أحبائي عجلة الزمان لا ترجع إلى الوراء كل كلمة منسمعها رح يكون في محاسبة عليها لهذا السبب أحبائي مهم جداً كيف تستثمر في حياتك وكيف حياتك تكون مرضية لالله في مشكلة اليوم أحبائي هي مشكلة التساهل مشكلة التهادن مشكلة المسايرة والمساومة على حساب الحق الكتابي من ناحية أحبائي منشوف العالم عم بيرفض يسوع المسيح لكن من ناحية أخرى منشوف أعداد كبيرة عم بتيجي ليسوع المسيح منشوف مثلاً في الغرب بالبلدان الغربية سواء في أوروبا في أمريكا كندا أستراليا مش عم منشوف النهضات أو الانتعاشات اللي المفروض نشوفها من ناحية كتابية لكن من ناحية أخرى في دول الشرق الأوسط ولسيما في الدول المغلقة دول مش مسيحية عم نشوف أعداد كبيرة عم ترجع ليسوع المسيح أعداد يعني بحسب البلد في إيران في الجزائر في مصر ودول الخريج والشرق الأوسط بالعراق سوريا بتعرفوا مرات منشوف الحرب والدمار لكن من ناحية تانية منشوف يد الله عم تعمل بقوة وبالحقيقة عم نشوف مئات الآلاف من غير المسيحيين عم بيجوا ليسوع المسيح بالنسبة للغرب في كتير مناطق عادة نسمع العبارة أبعد عنها يعني بيقولوا لأله أبعد عنها لأننا بمعرفة طرقك لا نصر وفي الشرق طبعا إحنا ضايعين في مظاهر التدين الخارجي وبإسم الدين عم نعمل أمور اللي هي ضد الله من كرهية وبغضى وعنف للآخرين مش عم نشوف العدالة الاجتماعية عم نشوف ظلم ضد حقوق الإنسان ضد الإنسان بشكل عام ففعلا بلادنا كلها محتاجة لنهضة محتاجة لإفتقاد إلهي محتاجة لزيارة إلهية لكن الأخطر أحبائي عندما تكون الكنيسة في حالة راحة وعندما تكون في حالة هدوء وعندما لا تدرك الكنيسة الحرب الروحية الحرب الروحية طبعا حربنا أو صراعنا ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السمويات فالحرب هي مش ضد البشر لأننا مدعوون أن نحب كل الناس وحتى الأعداء حتى نحب الأعداء لكن بالحقيقة في قوات خفية اللي عم بتعمل اللي بتحاول تبعد المؤمن عن الله أو بتخليه في حالة فاترة محبة قليلة وعم بعيش حياته طبعا بشكل لا مبالا عدم الاهتمام والأيام بتمضي والأيام بتروحوا بتيجي غير مدركين أهمية الوقت غير مدركين أهمية الأيام غير مدركين أنه عجلة الزمان لا ترجع إلى الوراء فمحتاجين إلى هذه اللمسة اللمسة الإلهية محتاجين إلى البركة الإلهية إخوتي وأخواتي أنا بدعوك اليوم فعلا أنه نفتح قلبنا وأنه اليوم يكون في قرار حقيقي لقبول يسوع المسيح هاي الدعوة يعني للمؤمنين أول شيء إحنا محتاجين انتوب انتوب عن خطيانا انتوب على الأوقات اللي ضاعها ولاحظ أنا بجمل بشمل نفسي مع الجميع وبحكيها بصيغة الجمع انتوب مش أقول محتاج التوب انتوب جميعنا لأنه كثير مرات ضاعت الأوقات سدى من غير من نربح نفس من غير ما نشهد عن يسوع المسيح من غير ما العالم حولنا يعرف هويتنا الحقيقية واتحادنا في شخص المسيح له كل المجد فهي الدعوة أحباء هي دعوة للتوبة والتوبة تعني تغيير الفكر وهذا التغيير أكيد بقودة لتغيرات كثيرة هي عملية انتقال من الموت إلى الحياة وعملية انتقال من الظلمة إلى النور لكن عندما يتوب المؤمن هي عملية وعي عملية إدراك عملية تغيير تغيير الفكر كمان وتغيير الأسلوب والنمط في الحياة تغيير الاتجاه كيف اتجاهاتك كيف دوافعك وكيف القيم اللي بتسلك فيها أخاف أحبائي أنه كتير مننا عم نستخدم اسم المسيح لدوافع خاطئة ولأغراض خطأ وكأنه أصبحنا جماعة من البروفيشنالز جماعة من المحترفين في استخدام اسم يسوع المسيح لأغراضنا الشخصية بدل من أن نكون مخلصين في المجتمع بدل أن نكون جدين بدل أن نكون حارين في الروح بدل ما نعكس محبة المسيح وقوة المسيح وشهادة المسيح وصفات المسيح للعالم يعني أخذنا موقع الراحة شئتاني كمية المؤتمرات وكمية الاجتماعات اللي العرب بيحضروها فإذا حان الوقت أن العالم يتغير عشر مرات فعدم التغيير في مجتمعاتنا معناته في مشكلة كبيرة جدا والمشكلة أحبائي عندما نسمع كلمة الرب بشكل مستمر إما أن نصاب بالتخمة الروحية يعني خلاص أصبحنا نستمتع بالكلام كأنه خطبة أو كأنه مقولة معينة وكأنه افتخار معين أو ممكن نفس الكلام اللي منسمعه بزيدنا معرفة وهذه المعرفة تتحول إلى طاقة تتحول إلى عضلات روحية نستخدمها حتى نمجد الرب يسوع المسيح في حياتنا فعندما يصاب المؤمن بالتخمة الروحية يعني صار عندنا معرفة بتهيأ لمعظم المسيحيين صار عندنا معرفة كبيرة بسبب نشكر الرب من أجل القنوات الفضائية وصار عندنا معرفة بسبب كثرة المؤتمرات والاجتماعات وللأسف إذا ما حولناها لطاقة وخدمنا فيها فإحنا أحبائي عم بصيبنا التخمة الروحية ومنبقى في أماكننا ومنبقى في وضعنا الحالي محتاجين أن نتوب للرب نرجع للرب وهذه التوبة مقرونا بالإيمان وهل نؤمن بيسوع المسيح هل تثق بالإيمان بيسوع المسيح أنه حي ولا مجرد فكرة المسيح فكرة تاريخية بالنسبة لك بتآمن في العقائد المسيحية لكن لا تستخدم تشغيلها أو تفعيلها في حياتك الروحية الخاصة فلهذا السبب محتاجين أنتوب وهذه التوبة مقرونا بالإيمان بالمسيح الحي على أساس عمله الكامل الكفاري بموته على الصليب وقيامته من بين الأمواد وهذه الرسالة طبعا البسيطة العميقة في نفس الوقت اللي إحنا من نادي فيها الرجوع إلى الرب تعرفوا الأنبياء كنا مرة قرأنا بالآية اللي كانت على الشاشة قرأنا أنه فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طروقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم النبي هوشع قال ارجع يا إسرائيل إلى الرب لأنك قد تعثرت بإثمك يعني من كتر الخطايا صار لوحد يتعثر في الطريق فإذا محتاجين نرجع الرجوع بالتوبة ثم أيضا بالتواضع والتواضع أحبائي هو أول شيء ندرك أنه أنا عندي احتياج للرب أدرك أنه أنا محتاج أعترف بخطيتي أدرك أنه أنا مش في المصاري الصحيح أدرك أنه أنا مسيحي بالاسم مش مسيحي حقيقي عم بعمل عمل الرب في حياتي عم بشهد عن الرب وبعيش وبسلك في الرب فهذا التواضع أحبائي هو اللي بحرك السماء لمعونة الإنسان لتعمل شيء معين هذا التواضع بقودني أعترف أنه أنا محتاج محتاج للرب محتاج لمعوني بقدرة الخاصة لا أستطيع وأنا محتاج أنه أنكسر أمام الله ومحتاج أنصحق أمام الله لأنه أصعب شيء أكبر مشكلة هي مشكلة الكبرياء محبة الزات والاعتداد بالذات والافتخار بالذات ومجد الزات هي اللي بتمنعنا أنه نتقدم للأمام فأنا محتاج أتوب أؤمن بالمسيح الحي محتاج أنه أتواضع أعترف بخطيائي أتنازل يعني عن كبريائي أسمح للرب أنه يعمل في حياتي وطبعا عن طريق الصلاة خلينا عندما نصلي خلينا نتذكر أنه عهد الله أنه الله يعني من خلال يسوع المسيح أصبحنا في عهد جديد وصار عندنا امتيازات عظيمة من هذه الامتيازات أصبحنا أبناء وبنات الرب أصبحنا خليقة جديدة نلنا الحياة الأبدية ونلنا الضمان الأبدي فإذن لأنه أصبحنا أبناء العهد أو بنات العهد فمهم جدا أنه ندرك قوة الصلاة صار فيه العلاقة الحميمة صار فيه الشركة مع الإله الحي هذه الصلاة أحبائي محتاجين إحنا نصلي من أجل أنفسنا من أجل عائلاتنا من أجل بلادنا وهي الصلاة أحبائي بتكون كمان صلاة نيابية عارفين كتير مرات الأنبياء كانوا بيصلوا عن مجتمعاتهم وكانوا مرة في أي نهضة في العهد القديم كانوا يذكروا آباؤنا أخطأوا أجدادنا حادوا عن الشريعة وهكذا أحبائي في يؤيل النبي طلب أنه كل البلد تجتمع من نساء ورجال من كبير وصغير حتى العريس والعروس حتى الكهنة اللي بيخدموا بين المذبح والرواق الليدرز يعني القادة الدينيين طلب أنه يجتمعوا ويتوبوا ويرجعوا للرب ويسألوا الرب أحبائي ويرجعوا إلى الرب يسوع المسيح وهذا ما بطالبنا الله فيه أنه نرجع أحبائي دانيال قال آباؤنا أخطأوا وليسوا بموجودين وعملنا مثل الآباء بعدين بيطلب وقول يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصنع طبعا يعمل شيء جديد في حياتنا فمحتاجين ندرك أهمية الصلاة بعد الصلاة وقوة الصلاة ودايما سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد كان دايما فيه دعوة للصلاة الجماعية باتحاد كامل وبمحبة وبإخلاص كامل وأيضا هذه الصلاة أحبائي اللي هي بتعمل بقوة الروح القدس فإذن أنا بصلي كمان حتى إيش إنه أمتلئ بحضور الله وامتلئ بقوة الله أنا بدعوكو أحباء إنه نصلي وهي السنة في هذا الشهر جميعنا نصلي كل واحد يتعهد إنه كل يوم يصلي ولو ربع ساعة من أجل افتقاد إلهي لهذا العالم اللي بيتخبط اللي عم بنادي عاوز بده يتغير بس ما بيعرفش كيف يتغير فدعونا نصلي من أجل مجتمعاتنا في هذه الأيام ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل وهم حب أقول إذا أنت بتحب تتواصل لخطوط مفتوحة أمامك فيك تتواصل معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر اشتركوا في القناة اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم مرة اخرى في برنامج ليكن نور وحديثنا طبعا للجميع ارجعوا للرب ارجعوا للرب وهذا نداء احبائي في بداية السنة انه نفحص انفسنا في ضوء كلمة الرب ندرك اننا في احتياج عظيم او كما يقول كتاب في شر عظيم محتاجين نرجع للرب هذا الرجوع احبائي عن طريق التوبة تغيير الفكر وعن طريق الايمان بيسوع المسيح ثم هذا الرجوع ينبغي ان يكون بطواضع ينبغي ان يكون بانسحاق وانكسار الاعتراف بالخطيه خطيانا او خطايا اجدادنا نعترف فيها ثم احبائي ندرك انه الله عمل عهد من خلال يسوع المسيح وانه العهد لا يكسر من اجل هذا انه صلواتنا هي صلوات مهم جدا لاله حي لانه دخلنا في شركة في عمق في علاقة حميمة مع الرب فمحتاجين نصلي ومحتاجين الصلوات النيابية بالنيابة عن شعبنا بالنيابة ايضا عن بلادنا ومجتمعاتنا ايضا ثم احبائي اذا بنا نشوف اي عمل بقوة الصلاة لازم نمتلئ بالروح القدس يقول الكتاب المقدس ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح المقصود بالروح القدس فنحن مدعوون ان نمتلئ يوميا بقوة الروح القدس الروح القدس يعطينا القوة ان نصلي الروح القدس يعزينا ويعطينا القدرة ان ننتظر مجيء المسيح تانية والروح القدس يعطينا القوة الدافعة والقوة المحركة ان نشهد عن يسوع المسيح يقول الكتاب ولكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في اورشليم الى اقصى الارض هذه القوة هي قوة الروح القدس الساكن فينا محتاج ان نمتلئ اكثر كل يوم حتى فعلا لا نطفئ الروح ولا نحزن الروح بل بالعكس نسلك يوميا بالروح القدس فاذا انا محتاج امتلئ بالروح القدس لانه لما بامتلئ من الروح القدس الروح القدس بيقودني الروح القدس بيتحكم في حياتي فانا بصير فكري روحي كلامي روحي صلاتي روحية بصير عندي التمييز الروحي بصير عندي الحواس الروحية مدربة على التمييز أدرك روحيا الأزمنة والأوقات بتخلينا أشوف عين روحية وفعلا أصلي بالروح القدس الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها فإذا الروح القدس بساعدني وبيوجهني إلى الشخص الكامل إلى يسوع المسيح فمحتاجين نمتلئ من الروح القدس ثم أحبائي محتاجين نعطي كلمة الرب مكانها الكلمة المقدسة مكانها هذه الكلمة أحبائي اليوم كثير للأسف بحاولوا يشككوا بالكلمة طبعا غير المسيحيين بهاجموا الكتاب المقدس إنه محرف بدون ما يجيبوا أي دليل واحد مع إنه الكتاب المقدس مثبت أكثر من أي كتاب آخر في هذا الوجود إحنا المفروض لنتهم بالآخرين بالتحريف أو التزوير أو أعطينا الأدلة الموجودة عندك لكن الشر الأصعب عندما يبتدئ المؤمنين يقللوا من أهمية ومن سلطان كلمة الله الحية اللي إلها السلطان فإحنا حبائي محتاجين نرجع ونعطي الكلمة مكانها لا رجوع للرب بدون كلمة الرب لا توجد نهضة بدون كلمة الرب لا يوجد انتعاش بدون كلمة الرب لا يوجد تغيير بدون كلمة الرب لا يوجد افتقاد إلهي بدون كلمة الرب لا يوجد أي عمل إلهي بدون قوة الرب قال يسوع كلامي روح وحياة كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل كلمتي كمطرق كنار كمطرقة تحطم الصخر تعرف حبائي مكتوب لأن كلمة الله حية وفعال أمضى من كل سيف ذي حدين وخارق إلى مفرق النفس كلمة الله واسعة جدا كلمة الله لا تقيد كلمة الله مكتوب عنها هكذا كانت تنمو وتقوى يعني تنتصر بشدة فإذن الشفاء الإلهي عن طريق الكلمة والخلاص الإلهي عن طريق الكلمة أرسل كلمته فشفاهم مولودين بكلمة الحق فإذن أحبائي محتاجين نرجع للبيسيكس محتاجين نرجع لكلمة الله ثم أحبائي بالرجوع إلى الكلمة إلى كلمة الله محتاجين نرجع للرسالة الأصلية القديمة الحديثة هو رسالة الخلاص رسالة الخلاص هي عبارة عن يسوع تجسد جاء إلى عالمنا مش بس أعلم وصنع معجزات مش بس إنه حياته خارقة بلا خطيئة مش بس تمم النبوات لكن المسيح حي المسيح أحبائي مات على الصليب وقام من بين الأموات وهو حي إلى أبد الأبدين وأنه يعمل الآن من خلال الكنيسة وأنه سيرجع ثانية إلى العالم ليأخذ الكنيسة فإذن محتاجين نرجع للبيسيكس هاي الأساسات الإيمانية هذه العقائد المسيحية اللي ابتدينا نقلل من أهميتها الفداء بالدم والخلاص بدم المسيح والكفارة بدم المسيح والقداسة والتقديس بدم المسيح والتطهير بدم المسيح وإنه بدون سفك دم لا تحصل المغفرة للخطايا هذا هو أساس رسالتنا رسالة الخلاص هذا هو الإنجيل اللي بنادف فيه الذي به أيضا تخلصون إنه فعلا المسيح مات حسب القتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب هاي هي الرسالة أحبائي اللي احنا مننادي فيها وما زلنا ننادي أيضا ارجعوا للرب هذا يعني محتاجين أن نطلب وجه الرب وجه الرب يعني لما بقول يضيء بوجهه عليك ويرحمك وجه الرب بيتكلم عن حضور الله الدائم الكامل المستمر هذا الحضور في حضور الرب الله بيستجيب الصلاة في حضور الرب يهرب الحزن والتناهد في الحضور الرب يهرب الوبأ قدامه في حضور الرب نستطيع أن نرى أمور عظيمة كل الأنبياء ماتت وقبورها موجودة حتى يوم هدى إلا المسيح مات وقام وهو حي إلى أبد الآبدين وهو يسمع صلواتنا وهو يتفاعل مع احتياجاتنا وهو يهتم بأمورنا لكن محتاج فعلا أن ندرك أننا في حاجة إلى توبة ندرك أننا نحتاج إلى الغفران الإلهي وإلى الاسترداد الإلهي لأن الشيطان صرق أمور كثيرة من حياتنا فالشيطان لص حتى تبرأ الأرض بسبب اللعنة بسبب الشر بسبب الفساد سواء عن طريق القوانين التي تسمح بالشر من كذب ورياء وبغضى وكرهية وعدم التسامح والعنصرية وتقليل من أهمية المرأة وهكذا خطايا أو خطايا الشزوز الجنسي وأمور كثيرة اللي هي عم نقول لأله أننا مش محتاجينك أنا بحط القوانين بتاعتي أنا بحط الأشياء اللي أنا بنادي فيها التي أنا أؤمن يعني أصبحنا آلهة أصبحنا آلهة أنفسنا وهذا خطر كبير جدا أحبائي لأنه فعلا كما يقول الكتاب لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا فأنا بصلي هذا الوقت أنه بركة الرب ترجع لبلادنا وفرج الرب وحضور الرب يرجع إلى كنايسنا نبتدي نشوف الخير ونبتدي نشوف قوة الرب في حياتنا بتعمل بشكل عجيب وفائق في هذه الأيام حبائي محتاجين أن نصلي أنه ربنا يعمل آيات وعجائب في كنايسنا أمور عظيمة لندرك أنه الله حي الله موجود إخوتي وأخواتي إذا عندك أي مداخلي إذا عندك أي استفسار إذا بتحب تسأل في هذا الموضوع إحنا رح نفتح الخطوط في هذا الوقت وبعد هذا الفاصل ممكن نبتدي نأخذ بعض المكالمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أعزائي المشاهدين مرة أخرى حديثنا عن إرجعوا للرب هذه كانت كلام الأنبياء كلام يحنى المعمدان كلام بطرس حتى المسيح قال توبوا وآمنوا بالإنجيل محتاجين نرجع للرب لأن إلهنا حي إلهنا محبة إلهنا يريد أن يبارك تعرف حبائي إحنا مش بنتكلم عن إله الضعيف منحاول أن ندافع عن أنفسنا أو نقتل آخرين من أجلة هو القادر على كل شيء هو الذي فتح عيون العمي هو الذي أقام الأموات وهو الذي خلق الأجساد وغفر الخطايا هو المكتوب عنه الديان الوحيد والمخلص الوحيد فهو الحي إلى أبد الأبدين وهو قادر على كل شيء أتذكر كلام الملاك للمطوبة القديسة مريم العذراء قال لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله يمكن إحنا صورتنا جسدية صورة باتة صورة ضعيفة صورة يمكن مش عم بتعبر عن حضور أو قدرة الله شو الفرق بين المسيح الإسمي والمسيح الحقيقي هو الروح القدس الروح القدس لما بيسكن فينا صار فيك حياة شو الفرق بين المسيح الإسمي والمسيح الحقيقي المسيح الإسمي بس اسم المسيح دعو عليه مش عم بعيش المسيح مش عم بعيش المسيح مش عم بسلك في يسوع المسيح لما خطايا العالم عم بتكون داخل الكنيسة هون الخطر أحبائي لما منسمح للبدع لما منسمح لرياح التعليم لما منبتدي نرفض سيادة وسلطان كلمة الله على حياتنا لما نبتدي نشكك بكلمة الله لما نبتدي نقلل من أهمية كلمة الله مثل المسبحة اللي بتفرط بتصير يعني الرجوع وهكذا إلى الانهيار والانزلاق الكامل فإذن أحبائي إذا في الكنيسة في غدر إذا في داخل الكنيسة في نميمة إذا في داخل الكنيسة كلام سلبي إذا في داخل الكنيسة القتل وأقصد البغضة والكراهية لأنه من يبغد أخاه فهو قاتل نفس إذا في داخل الكنيسة عدم المحبة أو المحبة الفاترة إذا في داخل الكنيسة نفتقر إلى القوة إذا في داخل الكنيسة نيجي من روح بدون أي تغيير بدون أي حياة موجودة في داخلنا إحنا محتاجين نتوب محتاجين نرجع للرب كلام أرمية قال آباؤنا أخطأ وليسوا بموجودين ونحن نحمل آثامهم ترحب باقي الخطية بتسبب الشر بتسبب الفساد البؤس والشقاء بكلمات بسيطة الخطية بتسبب اللعنة والكذب بسبب اللعنة لما مجتمعاتنا الكذب صار مثل شربة المي الأعمال السحرية الأعمال الشيطانية لما منبتدي نسمح فيها كأنه شيء طبيعي في مجتمعاتنا وهنا بيبتدي الخطر فمحتاجين نصرخ إلى الرب ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك يا على التمني اللي كان بيطلب المرنم سكن المجد أرضنا فإذا أولا كمؤمنين إحنا محتاجين نمتلئ من الروح القدس محتاجين نمتلئ من الروح المحبة المحبة الفائقة المعرفة هذه المحبة المكتوب عنها لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق أحب بعضكم بعض بقلب طاهر وبشدة بشدة هذه المحبة المكتوب عنها وأما المحبة فلتكن بلا رياء فالمحبة تتأنى وترفق المحبة لا تظن السوء المحبة لا تفرح بالإثم المحبة لا تسقط أبدا المحبة تكميل النموس والمحبة طبعا هي تسطر كثرة من العيوب نحتاج إلى المحبة الأولى الملتهبة المتأججة بنار الروح القدس تلهب قلوبنا وحياتنا فإذا عوزين نشوف افتقاد إلهي محتاجين نرجع للمحبة محتاجين نرجع للوحدة هاي الوحدة اللي منتكلم عنها كتير أحبائي هو بالواقع إحنا المفروض إحنا واحد لأنه رأسنا هو يسوع المسيح رأس الكنيسة ولأننا اعتمدنا لجسد واحد وصوقينا بالروح الواحد أصلا التعليم عن الوحدة مش عارف زي الكلمة صحيحة إحنا محتاجين مش التعليم محتاجين التطبيق نطبق الوحدة في حياتنا في حياتنا بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض هاي الوحدة أحبائي اللي بتدمر مملكة الشيطان ساعتها الشيطان ما عنده أي ثغرة يدخل منها ثم أحبائي في الكنيس رغم كل اختلافاتنا لازم يكون في قبول أحدنا للآخر يعني إذا احنا متفقين على أغلب الأمور ما في داعي نعبر عن الأشياء اللي مش متفقين عليها لكن ممكن نحكي فيها وممكن نفحصها من خلال كلمة الله لكن لازم نقبل أحدنا الآخر ثم في الافتقاد الإلهي أحبائي والرجوع للرب إحنا محتاجين أنه ننزع كل آلهة غريبة من حياتنا من زمان أحبائي كانت الآلهة عبارة عن أوثان عبارة عن يعني أشخاص بيبنوها بينحاتوها سواء من الحجر سواء من الخشب وكان حتى شعية بيستهزئ أنه بيجيبه خشب نصه بيعملوا منه تمثال وبيزجد له والنص الآخر بيستخدمه للتدفئة حتى يتدفى هو وبيته فالآلهة الغريبة أحبائي ممكن تكون أولويات في حياتنا ممكن يكون المال ممكن يكون الطمع ممكن يكون الشهرة ممكن يكون أنه أنا عاوز أركب على كل الناس مش مهم أدوس على كل الناس بس أنا أبين في الصورة مش عم بيبين في التواضع أو المحبة أو القبول أو المسامحة أو الغفران الإلهي فمحتاجين ننزع كل آلهة غريبة من حياتنا فالسؤال اللي عاوز أسأله شو هي الآلهة اليوم في حياتك ممكن عادة معينة إدمان على شيء معين ممكن على الجنس على الشهوة على الصور الخلاعية ممكن يكون إدمان على الكلام الرديق النميمي ممكن يكون عن الأفكار الشر اللي بتخرج من قلب الإنسان إدمان على الكحول المسكر إدمان على الأكل الطعام إدمان على أي شيء اللي بيصبح إله في حياتك اللي بيصبح أولوية وطبعا واحدة من الأمور الخطيرة هو المال لأن محبة المال أصل لكل الشرور ولا يقدر أحد أن يخدم سيدين إما بتعبد الله أو بتعبد المال لكن ما فيك تخدم اتنين مع بعض شو الأشياء اللي بتمنعك أو تحول إلى عدم التقدم عدم تقدمك إلى معرفة الرب شو اللي بيمنعك إنك إنه فعلا تكون مؤمن حقيقي بالمسيح ليه ما بتقيم نفسك في ضوء كلمة الله ليه ما بتصلي يا روح الرب تعال غيرني تعال يعني ذكرني في شيء في داخلنا مش مكتوب إنه روح القدس يذكر ويعين لما منصلي باسم الرب يسوع المسيح الروح القدس أكيد رح يعمل شيء فينا رح يذكرنا تعرفوا حبائي لما أنا بسير خلاص حياتي هي عبارة عن راحة عن خمول فأنا محتاج إنه أرجع للرب وإنت آخر مرة ربحت نفس للرب وإنت آخر مرة صليت صلاة حقيقية مش بس لما كنت محتاج تقوله يا رب لكن فعلا بتصلي لأنك بتحب الرب أكتر من فريضة أنت بتصلي لأنه في علاقة مع شخص حبيب بتحبه وإنت آخر مرة قرأت في الكتاب المقدس إمت تلززت بالرب وتمتعت بحضور الله أو بتشوف فيه ضربات في حياتك بتشتغل بتعمل بتحوش لجيوب مثقوبة بتشتري أشياء جديدة بتخرب بتحاول تتقدم خطوة ترجع عشرة لورا بتزرع مش عم توكل من زرعك بتحاول تجيب مش عم تستفيد عم بتشتغل أنت وزوجتك ليل النهار ودايما مديون 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 كأنه ما في بركة والبركة ابتعدت أو هربت عنك بتحس أنه حياتك ما فيها قوة فاتر روحيا ما عندك محبة مش عم تشعر بحضور الله مش عم بتصلي مش عم بتقرأ مش عم بتشهد كلها يتشعر مش خيص أنه أنت فعلا محتاج ترجع للرب وإنت أظهرت محبة عملية حقيقية غفرت وسامحت الشخص اللي أمامك أحبائي محتاجين للرجوع محتاجين للبركة محتاجين للفرج محتاجين للرب الرب وعد باسترداد المسلوب مكتوب السارق الشيطان لا يأتي إلا ليسرق ما هو إرهابي إلا ليسرق ويذبح ويهلك قال يسوع أم أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل حبائي غرض يسوع المسيح يعطينا حياة حياة فضلة حياة فياضة حياة مليئة بالبركات حياة بتعبر عن وجود وعن حضور المسيح في حياتنا محتاجين للتعويض عن كل السنين يعني الكتاب بقول في سفر يقيل أعود لكم عن السنين التي أكلها الجرات طب السؤال كيف الله بعود وعجلة الزمان لا ترجع إلى الوراء ما راح ما ذهب قد ذهب والسنين ضاعت سدة والسنين ضاعت في الخطية والسنين ضاعت في الفتور والسنين ضاعت عن بكذب على الله وبكذب على الناس بقول أنه أنا مؤمن السنين ضاعت وانا عايش حياة مسيحية مزيفة بس مظاهر خارجية للتدين من جوه مليان مليان غضب ومليان كرهية ومليان عدم محبة وعدم مسامحة من جوه مش عم بحب الرب اللي بحب الرب حبائي بضحي إلى أبعد الحدود اللي بحب الرب بيطلع عن راحته اللي بحب الرب بيعطي لعمل الرب اللي بحب الرب بيثق في الرب بيؤمن في الرب أنه إله حي موجود بساعد وبعود فإذن التعويد عادة مكتوب ورد الرب سبيا أيوب بعد ما صلى لأصدقاه فالتعويد عادة ضعفين أو أكثر يعني إذا سنين راحت عشر سنين ضعت من عمرك صدقني في عشر أيام الرب بعود لك عن عشر سنين لما بتكون مليان بحضور الله إذا أنت ممتلئ من الروح القدس الروح القدس بيعمل في داخلك في عشر دقائق عن عشر سنين ضعت في حياتك هذا هو التعويد أن العجلة مش رح ترجع عجلة الزمن لكن بزيد بزيد ضعف بباركك مرتين أو أكثر عن كل الزمن الماضي أحبائي أنا بدعوك أنك ما تضوعش الوقت يقول الكتاب لذلك استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح أطلب الرب ما دام يوجد أدعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إنما لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجاز كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابا هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم فإن خلاصا الآن أقرب من مكان حين آمنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلاياقة كما في النهار أحبائي عندما نرجع إلى الرب ترجع الحياة يرجع النور تعرف حبائي مكتوب وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة دعونا نرجع للرب حتى يسترد كل مسلوب من حياتنا حتى يعود عن كل السنين التعب والعنا والفشل السنين الظلمة والشر والشقاء والبعد عن الله حتى الرب يأتي علينا بالبركات البركات المادية والبركات الروحية حبائي دعونا نرجع إلى الرب نطلب الرب نطلب وجه الرب نلتمس قدرته نطلب حضور الله في حياتنا حتى نشوف البركة ترجع إلى حياتنا حتى يسترد كل شيء في حياتنا حبائي لكن أريد أن أقول لغير المؤمنين إن سمعتم صوته فلا تقس قلوبكم اليوم هو يوم خلاص يمكن عاوس تبتدي بداية جديدة اليوم فيك تصرخ الآن تعرف الكتاب بعبر عن صلوات قصيرة لكن عميقة قالت المرأة الكنعانية ليسوع يا سيد أعني قال بطرس ليسوع يا رب نجني قال بولوس الرسول مقتبسا الآية من العهد القديم كل من يدعو باسم الرب يخلص قال النبي إشعياء التفت إلي وخلصوا يا جميع أقاس الأرض لأني أنا الله وليس آخر شو يعني التفت كان وحد يطلع على الماضي على الظلم على كل بعيد عن الله بيلتفت يرى يسوع المرسوم أمامه المسلوب أمامه مرسوم أمام يعني فيقع في حب المسيح ويقع في جمال المسيح فيريد أن يأتي إلى يسوع المسيح مكتوب أحبائي وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح كلمة الله ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم أحبائي إذا كانت لفتي الرب يسوعا بيقول يعني نظرة إيمان تحية عندما تنظر إلى يسوع المسيح تحية وهذا ما يدعونا الرب يسوع المسيح خلينا أخذ مكالمة الآن من ابن الرب من أمريكا تفضل ابن الرب أنت أهلا ابن الرب أنت معانا على الهوى ابن الرب من أمريكا تفضل أهلا وسهلا أهلا بيك سلام المسيح معك سلام المسيح أهلا وسهلا برنامج أكيد 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 ومشهم للغاية نحن يعني محتاجين فعلا الرجوع للرب بكل قلوبنا آمين خاصة في فترة الزاب نحن محتاجين نرفع قلوبنا وأفكارنا ونرجع للرب فعلا بكل قلوبنا نحن محتاجين للرجوع للرب فعلا بكل قلوبنا آمين في آية بتلحبتني شوية أخي نزار الكتاب لما يقول خطاياكم لا أعود أذكرها فيما بعد يعني شكرا كتير على هذا السؤال أخوي ابن الرب هنا بيتكلم عن الغفران الكامل وهل الله ينسى طبعا الله هو القادر على كل شيء لكن تصور أنه الله بيعطي حقيقة أنه خطاياك مش رح يذكرها ومكتوب أحبائي عدة في كذا موقع كسحابة محاوت ذنوبك كغي من محاوت ذنوبك وكسحابة خطاياك أطرحها في أعماق البحر أو أطرحها من وراء ظهر أو لا أعود أذكرها يعني لما نتوب نعترف بخطايانا للرب ولما نتوب عنها خلاص الخطايا تغفر يمكن إحنا منتذكرها لكن الله لا يذكرها لنا مش بذكرنا فيها أنه آه أنت أخطأت من خمس سنين لما اعترفت فيها خلاص أنت اعترفت بالخطيئة فلا تعود تذكر في نظر الرب وكأنه يعني يعني وراء الله مش شايف الخطيئة أو في أعماق البحر يعني وين أعماق نقطة في البحر يمكن في منطقة يقال أنه فيه 11-12 كيلومتر العمق يعني ما فيش إنسان بيوصلها المفروض أنه ما حد بيوصلها أنه الله نفسه لما بيغفر غفران كامل غفران أبدي ما بيذكرناش في خطيئتنا بينساها ولا يعود يذكرها وهاي بيعبر عن محبة الله وبيعبر كمان عن نعمة الله العجيبة العجيبة الغريب أنه أنا بتذكر الماضي أنا بتذكر الخطيئة وأنا برجع بذكري ممكن الشخص اللي أزنب والآه ما هو أنت عملت كده وكده الرب الإشي اللي اتمحى خلاص اتمحى عارف القريس المحاي لما بتكون تكتب شيء معين وبتمحى بطلت تتبين هو تكتب بس بطلت تتبين إطلاقا هذا هو الغفران الإلهي لا يعود يذكر خطيئنا إطلاقا إلى الأبد فهو غفران كامل وغفران أبدي حبائي برجع بكرر هاي الدعوة لكل مشاهد إذا أنت عايش في حياة الفتور ارجع للرب إذا أنت إنسان غير مؤمن بدل من أنه تنتقد ما رأيك أنه تصلي قوله يا رب افتح ذهني عاوز أعرف الحق افتح عيني اكشف خليني أشوف النور وإذا أنت بتآمن أنه الله إلى حي أنا بتأكد أنك رح تصل ليسوع المسيح والغريب أحبائك كل شخص صلى للمعرفة وصل ليسوع المسيح كل شخص صلى للحق وصل ليسوع المسيح وكل شخص صلى من أجل فتح زهنه أو يعرف الحق وصل إلى يسوع المسيح وهذا ليس كلاما أو اعتباطا هذه حقيقة شهد عنها آلاف 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 الناس اللي آمنت ورجعت ليسوع المسيح بإعلان بكلمة الرب نور شيء يعني كان بالنسبة لهم شيء غامض غير واضح مبهم في غشاوة على العينين الرب وضح والرب أعلن والرب فهم هذه الحقيقة أريد أن أقول لكل مشاهد في بداية هذا العام لا تجازف بحياتك ولا تقامر بأبديتك هاي اللحظة هي لحظة خلاص فيك تصلي صلاة قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ صليها من قلبك قل له أنا بدعوك إلى حياتي حتى تسود على حياتي وأنا أقبل خلاصك اليوم أشكر يسوع المسيح لأنه مات على الصليب من أجل خطياك وقام من الأموات لأجل تبريرك حتى يعطيك الحياة الأبدية المسيح وعد بالغفران المسيح وعد بالخلاص المسيح وعد بالحياة الأبدية المسيح وعد بضمان الحياة الأبدية وفعلا عندما تقبل إلى يسوع اسمك تكتشفوا أنه مكتوب في سفر الحياة قبل تأسيس العالم قال يسوع لا يقدر أحد أن يخطفها من يدي قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة ضمان كامل ضمان أبدي وديعة خلاص تحفظ يعني جسدكم ونفسكم وروحكم تتقدس في عمل يسوع المسيح أنا بصلي اليوم أنك فعلا ترفع السماع وتتصل فينا واليوم تطلب الرب أو إذا أنت بتشوفنا على الفيسبوك على التواصل الاجتماعي اليوم قول أنا محتاج لصلاة أنا محتاج للرب يسوع وبأكد لك أنه خلال أقل من 24 ساعة رح نرد عليك ورح فعلا نصلي معاك وتطلب الرب لأنه الرب موجود في كل مكان وهو معاك حاليا إنت إذا أنت مريض في مكانك أصرخ قل له يا رب شفيني وإذا أنت ضعيف ومريض قل له يا رب شفيني وإذا أنت خاطئ قل له يا رب خلصني الرب يباركك كل عام أنت بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر